من أسباب صلاح القلب أيضا الإكثار من ذكر الله تعالى عموما لأن ذكر الله سبب لطمأنينة القلب كما قال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب فليكثر من الذكر سواء كان هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء أو كان من الأذكار التي تكون أدبار الصلوات أو كان من الأذكار المطلقة لأن الذكر المشروع أربعة أنواع ذكر مقيد بزمن وذكر مقيد بفرد بعبادة وذكر مقيد بسبب وذكر مطلق فالأول الذكر الذي هو مقيد بزمن كأذكار الصباح والمساء فإنها مقيدة بزمن فأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى الزوال كل هذا محل للذكر وكلما بادر الإنسان فهو أفضل وأذكار المساء تبتدئ من بعد صلاة العصر إلى العشاء ولكن ما قيد بالليل يكون بالليل كقراءة آية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فقراءة آية الكرسي تكون بعد غروب الشمس كذلك أيضا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاة تكون قراءتها أيضا بعد غروب الشمس وما لم يقيد بذلك فهو من العصر النوع الثاني من أنواع الذكر الذكر المقيد بالفريضة والعبادة كالأذكار التي تكون أدبار الصلوات وكذلك أيضا ذكر الله تعالى بعد المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب النوع الثالث من أنواع الذكر الذكر المقيد بسبب كالذكر عند دخول المسجد فعند دخول المسجد يسن أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وتقول أيضا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا ذكر مقيد بسبب وهكذا أيضا عند دخول بيت الخلاق لقضاء الحاجة أن تقول اللهم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبت والخبائث فهذه أذكار مقيدة بسبب النوع الرابع الذكر المطلق الذي لم يقيد بزمن ولا بسبب ولا بعبادة كأن يجعل الإنسان لسانه رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فهذا أيضا الذكر من أسباب صلاح القلب ترجمة نانسي قنقر